نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا يشير إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يواجه منطقة شرق أوسط مختلفة تماما عن تلك التي تعامل معها خلال ولايته الأولى وأوضح تقرير أن التعينات الأخيرة في فريق ترامب الحكومي بما في ذلك شخصيات ذات خبرة محدودة في السياسة الخارجية تعكس احتمال اتباع سياسات جديدة قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في أولويات الولايات المتحدة في المنطقة وضاف تقرير أن هذه التوجهات قد تعزز التحالفات التقليدية لكنها قد تحدث أيضا توترات جديدة وسط مشهد إقليمي مضطرب